هذا من يقوم به أولا تقوم بها العصابة والعصابة دائما أؤكد أن عصابة بوتفليقة ليست كلها في السجن هناك لمزال خارج أسوار السجن ومتمكنين ولديهم نفوذهم ولديهم شباكاتهم من يقول هذا لديهم أيضا أوراقه يلعبونها هناك أيضا المعارضة الراديكالية هذه المعارضة التي تعارض كل شيء من أجل لشيء كل شيء أسود في الجزائر ما دامت هذه المعارضة لم تصل وخاصة تلك المعارضة التي تصف في حسابات التسعينات حتى أنه على سبيل المثال شفت أحدهم يتهجم بهجوم لاذا على كل من لم يقف ضد انقلاب 92 يعني عجيب هذا الشخص نفسه كان دبلوماسي حسب ما يقول كان نائب سفير حسب ما يدعي وكان في ليبيا ولم يغادر إلا في 95 عجيبة لأول لنا بعد ثلاث خلال هذا الثلاث سنوات وأنت دبلوماسي في ليبيا لم تعلن ولا موقف واحد ضد ما هذا الانقلاب الذي حدث في 92 إذن ما قلته أنت ينطبق عليه الكلمات التي طعنت فيها الناس اللي قالوا وقفوا يعني لم ينددوا ولم يقفوا ضد الانقلاب وفيهم كذا وكذا أنت فيك أيضا لأنك أنت من 92 حتى لل95 ثلاث سنوات وأنت موجود دبلوماسي تنتظر من مواطن بسيط أو عادي يقول لم تقول ولا كلمة لماذا لم تقدم استقالتك مباشرة عشية الانقلاب وتغادر حتى تقول لهذا موقف لماذا ترى لماذا ترى إذن لا تحكم على الناس بمواقف حدثت في ذلك الوقت فلكل أسبابه وهناك من ينظر أيضا إلى ذلك الانقلاب أنه خطأ ولكن سبقته أخطاء أخرى ومن بينها السماح لطيارات خاطبة الناس بالتحريض والفكر الإرهابي وما إلى ذلك على كل حال سنوات إذن هؤلاء الطيارات هناك أيضا طيارات عنصرية هذه الطيارات ممكن ما يطلق عليه في شبكات تواصل الاجتماعي ويطلق عليه بعض الأطراف الطيارة البرباريست هؤلاء البرباريست الذين يحملون إيديولوجية معينة بينها التي تهدد الوحدة الترابية إذن هذه كلها تعمل الآن ليس لإسقاط الرئيس لأنها تدرك تماما أن القطار فاتهم في هذا المجال وأنهم ضيعوا فرص كثيرة من إحداث التغيير في الجزائر لذلك لجأوا الآن إلى هذه الخطة هي استهداف المؤسسة العسكرية ومحاولة إظهار الرئيس أنه ضعيف لا حول له ولا قوة أن المؤسسة العسكرية هي التي تحقب ما الهدف إذن من هذا كله هدف كله هو إدخال مواجهة ما بين الجيش والشعب هذا من جهة أو من جهة أخرى إن فشلوا يستعملونها ورقة ضغط على المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية التي تخندقت مع الشعب في حراكة فيبراير في بري 2019 وبفضل الله ثم بفضل مواقفها تم تحقيق الكثير من الأهداف ومن بينها إسقاط بوتفليقة وإسقاط الأصابة الأصابة التي كانت ستسيطر على الحكم خمس سنوات أخرى ولكن يدركون تماما أن خطابهم لا يمكن أن يحقق شيء لا يمكن أبدا أبدا تحريف 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 فقط ما رح توصل في النهاية تصل إلى المواجهة مواجهات في الشارع وهو هدفهم لا يمكن أن يحدث شيء إذا لم تتخندق معهم المؤسسة العسكرية أو أن المؤسسة العسكرية تقاسمهم الأشياء أو تتدخل وتضع بعض الناس أو تخدم مصالحهم هؤلاء هذا هو هدفهم يدركون تماما أنه من دون ضغط على المؤسسة العسكرية حتى ترضخ لهم وتتفادى الحملات الإعلامية لا يمكن أن يحقوا هدفهم أهدافهم هي هل هو أهدافهم تغيير كامل؟ أبدا أهدافهم هو الوصول إلى السلطة هو الوصول إلى السلطة والحفاظ على استمرارية مشروع ما سمي المشروع الربيع العربي وهو مشروع دخل في إطار الفوضى الهلاكة من أجل أجل تحقيق مشاريع معروفة مرتبطة بجهات أجنبية تريد الهيمنة على مصادر الثروة وعلى مصادر النفط وعلى مصادر القرار السياسي في العالم العرب إذن هذه كل ما يحدث والأساس هو ضرب الثقة